بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدائرة والممسات لثانية ثانوي رقم واحد أنصح به شعبة العلم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال لتكون المجموعة E مجموعة النقط MXY من المستوي بحيث أعطيت لنا هنا معادلة وهي X مربع زايد Y مربع ناقص 2X ناقص 3 يساوي السفر واحد قال أثبت أن المجموعة E دائرة ثم أعطي عناصرها المميز اللي هو المركز ونسب القطر ثانيا قال أوجد جميع الممسات للدائرة E يعني الممسات معناه مستقيمات التي معامل توجيها هذه المستقيمات يساوي لنا واحد إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن هنا ننطلق في السؤال أول قال أثبت أن المجموعة E دائرة إذن نكتب هنا عنوان إثبات أن أ ما هي دائرة لاحظوا جيدا أبنائي ننتبه إلى عندنا إحدى الكتابات لمجموعة النقط وفي هذه ثلاث حالات إذا كتبت عندنا هذه مجموعة النقط من هذا النوع X مربع زايد Y مربع زايد AX زايد BY زايد C يساوي السفر ركزوا جيدا إذا نكتبها على هذا المنوع اللي هو X زايد A على إثنان الكل مربع زايد Y زايد B على إثنان الكل مربع يساوي ماذا لاحظوا يساوي أن A مربع زايد B مربع على أربعة من هو الذي يحدد لنا طبيعة مجموعة النقط هو هذه القيمة؟ إذا وجدناها قيمة موجبة تماما فهي دائرة إذا وجدناها قيمة سالبة تماما هي مجموعة خالية إذا وجدناها قيمة معدومة فإنها نقطة هكذا حتى نتعلم نأتي الآن أبنائي بمثالنا هذا الذي يظهر هنا جليا وأنتبهوا معي ها هو المثال تعالوا الآن ننطليق يا أبنائي عندنا أولا ما هو الآ الآ ها هو أمامكم والB أصلا غير موجود لأن هذه القيمة التي دون X و Y هي C إذن يمكن أن نكتبها اللي هي X زايد ماذا؟ عندنا هنا زايد ولكن الآ كم؟ هو ناقص اثنان نصبح لنا ناقص اثنان على اثنان معنا ناقص واحد مربع لم أفعل شيء آتوا بهذه القيمة يا أبنائي وعوضوها في هذا الموضع نصبح لكم ناقص اثنان على اثنان وهي ناقص واحد زايد Y بما أن البي غير موجود ناقص ناقص سيفر مربع يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا الآ مربع ها هو الآ الآ لما نربعه كم؟ هو أربعة ناقص البي غير موجود يعني السيفر على أربعة ناقص السي السي لاحظه هنا ناقص ثلاثة مع ناقص القانون يصبح لنا زايد ثلاثة فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا أربعة على أربعة وهي هو واحد زايد ثلاثة يساوي لنا كم أربعة وهذه القيمة أكبر من السيفر ما معنى أبنائي معنى هو منه إذن نعيد الكتابة هنا جيدا حتى تلاحظ إذا وجدناها قيمة سالبة ماذا نقول نقول مجموعة خالية إذا وجدناها قيمة معدومة نقول إنها نقطة إذن وجدناها هكذا وهذه معادلة ماذا هذه معادلة ديكارتية للدائرة التي تقول قاعدة هكذا إذن نتابع جيدا هكذا إذن نحن نعلم أن المعادلة ديكارتية للدائرة تكتب X-X0 مربع زائد Y-Y0 الكل مربع يساوي لنا R مربع حتى تنتبهوا الآن هنا بالمطابقة X0 كم هو إذن نقول هنا أول قبل كل شيء ومنه هي ماذا هي دائرة نصف لاحظوا نصف قطرها هو إذا كان R مربع يساوي لنا 4 فR ماذا يساوي لنا جذر 4 اللي هو R يساوي لنا جذر 4 اللي هو 2 يقول أحدكم يا أستاذ ونقص 2 لا يا أبناء الR هو هو بعد والبعد قيمة مجبتها مما لا يمكن أن نخذ نقص 2 ومركزها إذا سميناه أوميغا القانون عنده لاحظوا بالمطابقة فقط انظروا كم هو هو واحد وصفر كم هو إنه صفر هكذا أو عندنا قانونه العام لهو أوميغا ذو المركبة ناقص A على 2 وناقص B على 2 فقط هنا الـ A ها هو عندنا في المثال ها هو ناقص 2 مع النقص يتبه لنا 2 على 2 وهو واحد وها هو أمامكم واحد فقط الآن ها قد يا أبنائي أنجزنا هذه السؤال سوف يقول عناصر مميزة أين هي أستاذها هي عناصر مميزة هي نصف القطرة والمركز فقط أبنائي إذن نتي الآن أبنائي إلى رسمها إلى رسم هذه المجموعة السيلي هي المجموعة U إذن إنها دائرة قلنا مركزها أوميغا ها هو أوميغا ذو الإحداثية واحد صفر إذا سميناه هنا أوميغا ونقوم برسم الدائرة لنصف قطرها 2 إذن تصبح لنا ها كذا يمكن أن نسميها هي سي يا أبنائي بين قوسين ها كذا إذن هذه هي تلك الدائرة بعدها سوف نأتي إلى السؤال الذي بعده إذن نأتي الآن إلى هذا السؤال الأخير قال أوجد جميع الممسات للدائرة التي معامل توجيهها يساوي واحد ننتبه جيدا إذن نكتب هنا إيجاد عفوا إذن قلنا إيجاد جميع الممسات للدائرة من هي الدائرة هذه إذن سميت التي معامل توجيهها هذه الممسات توجيهها كم يساوي يساوي لنا واحد ننتبه جيدا أولا بما أن قلنا الممسات معنا هي مستقيمات ونحن نعلم أن معادلة المستقيم تكتبها كذا إيجراغ يساوي لنا آ إكس زائد بي حيث هذا يسمى ماذا في المستقيم يسمى معامل التوجيه ننتبه جيدا إذن معامل التوجيه معناه معامل التوجيه وهذا نأتي به في هذا المكان لما نأتي به في هذا المكان ماذا تصبح لنا يا أبني تصبح لنا هكذا تصبح لنا إيجراغ يساوي كم الآ واحد ما تصبح لنا إكس زائد بي ما رأيكم أن أن أقول هذا إلى هنا فتصبح لنا إكس ناقص إيجراغ زائد بي يساوي صفر لأنها معادلة أن أقول أين أشاء هذا إلى هنا أو الأخر إلى هنا ليس مثل المتراجعة ركزوا جيدا نقطة نقطة إذن هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قال هو الممسات يعني هي الممسة الدائرة التي ممس ننتبه الآن إلى الشكل ما هي الممسات الممسات إذا رسمناها نقول ها هو ممس هذا يعتبر ممس للدائرة هذا مثلا يعتبر ممس لكن هو قال يوجد ما هي الممسات التي معامل توجيه يكون كم يساوي يساوي يساوينا واحد معامل توجيه الواحد معناه الزوية 45 واربعون. لو نأتي ابنائي الى هذا الامر انتبهوا معي فقط. هناك الشكل هذا. اذا جئنا الى هذا مماس معناه خمسة واربعون. معناه لان هذا سوف يصبح مماس في هذا الموضع. ومماس اخر كيف يصبح يصبح لنا في هذا الموضع. حتى يكون يا ابنائي كم? لاحظوا هكذا. حتى يكون الزاوية هذه يا ابنائي. الزاوية ما هي? اللي هي بي على اربعة. يقول احدكم لماذا? لان بي على اربعة. لان المماس هو ويمثل طنجنت. طنجنت اكس او الفة. طنجنت خمسة واربعون درجة يا ابنائي. هو الواحد الذي يصينا واحد. حتى تفهموا جيدا. اذا معناه يكون مائل بالزاوية خمسة واربعون. هم يظهرون هنا في الشكل انه ها هو واحد. انتبهوا ها هو مماس. ها هو احد وها هو الاخر. عفوا اذا. وها هو كما اشير هنا عندكم مماس الاخر. معناه يريد مننا الان ان نثبت ذلك. ركزوا جيدا او نجد لهم وعدلتهم. ننتبه جيدا. اذا هنا لو نعيد كذلك الى الشكل. المماس بما ان المماس معناه البعد بين المركز والمستقيم هذا كم يكون? يكون لنا هو البعد بين مركز الضائرة وهذا المستقيم يكون لنا هو اثنى لهو نصف القطر. اذا نقوم هنا نقول نقوم بحساب ماذا? بحساب البعد لهو دي ما بين اوميغا وهذه مستقيمات اذا رمزنا لها بدي. هكذا ركزوا. فصبح لنا دي ما بين المركز وتلك المستقيمات او المماسات يساوي. المعلوم انه ماذا تقول قاعدة? تقول عندنا نحن الاميغا احداثيها لهي واحد وصفر. تقول هذا في معامل الاكس لهو واحد في معامل الاكس لهو واحد معناه واحد في واحد. اذا واحد في واحد زائد. هذا في معامل الاكس لهو صفر في ناكس واحد. وتضيفون هذه الزيادة اللي هي بي. الان هو المطلوب في هذا المثال كأنما هو ايجاد البي على مركبات الشعاع النظمي لهذا المستقيم. لهي ها هو واحد وهو ناكس واحد مربعات تحت الجذر. الواحد لما نربعه يبقى هو واحد والناكس واحد لما نربعه كذلك يبقى واحد. اذا قلت مربع جذر مربع هذا زائد مربع هذا. نجعله بما ان نقل ممسات. كم تكون المسافة بينهم بين اوميغا و دي. بما انها ممس معناه سيكون نسوي نصف القطر. الان نكمل المسار فقط يا ابنائي لاجاد البي. اذا وجد البي انتهى الامر. فعندنا هذا ذهب مع هذا. فتصبح لنا واحد في واحد كم هو واحد. تصبح لنا واحد زائد بي. يساوي هذه كم تعطي لكم. تعطي لكم جذر اثنان. جذر اثنان في اثنان ما تصبح لنا جذر اثنان في اثنان. نحو المعادلة التي بالقيمة المطلقة بالقيمة المطلقة لما ننزع القيمة المطلقة تقول القاعدة تصبحها كذا. تصبح لنا واحد زائد بي يساوي هذا وهو إثنان جذر إثنان هكذا أو ماذا؟ أو واحد زائد بي يساوينا ناقص إثنان جذر إثنان هذه مثلها مثل خاصية قيمة مطلقة لإكس تساوينا إكس وتساوينا ناقص إكس هكذا تدفهم ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا بيساوي يساوينا إثنان جذر إثنان ناقص واحد والآخر يصبح لنا بي يساوي ناقص إثنان جذر إثنان ناقص واحد الآن معناه أبنائنا عود إلى هذه المعادلة ما بقي لنا إلا البي فيصبح لنا دي واحد ما هي معادلته؟ هي إيغراك يساوينا كم؟ يساوينا إكس لأن معامل توجيقنا واحد زائد إثنان جذر إثنان ناقص واحد دي إثنان ما هو يا أبنائي؟ هو إيغراك يساوينا إكس ناقص إثنان جذر إثنان ناقص واحد إنهما مستقمان لهذه القمة فقط أبنائي وهما يظهران هنا لو نلاحظهم يظهران هنا جليا إذا كان الأول قنة هو إيغراك يساوينا إكس ناقص إثنان عفوا زائد إثنان جذر إثنان ناقص واحد وإيغراك إثنان لهوا بإيغراك إثنان لهوا إكس ناقص إثنان جذر إثنان ناقص واحد هذه القمة سالبة وهذه القمة مجابة إذن فإن هذا هنا يصبح ذر بي إذن هذا يمثل دي واحد وهذا يمثلنا دي اثنان فقط إذن كم يوجد لنا من ممسات يوجد لنا ممساني فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجو أن تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته